بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليم كسنا تفسير رؤية الهاتف أو الجوال في منام العزباء والمرأة المتزوجة تدل رؤية الجوال أو الهاتف في منام على تبدل الأحوال والتغييرات الجزرية في حياة الرأي قد يدل حلم الموبايل على سهولة نيل المقاصد والرغبات رؤية الهاتف أو الجوال الجديد في الحلم بيدل على العلاقات الجديدة التي تجلب السعادة وراحة البال تشير رؤية الهاتف الحديث في الحلم إلى قصرة المشاغل والمواعيد أو التركية في العمل رؤية الجوال الجديد في منام العزباء بيدل على حدوث تغييرات طارئة في حياتها أما ضياع الجوال في الحلم للعزباء بيرمز لفجدان التواصل مع الناس أما تغيير الجوال في منام المرأة المتزوجة بيدل على تغيير مكان سكنها أو المكان اللي هي محيطة فيه الجوال الجديد في الرؤية أصدقاء جدد مكالمات الجوال في المنام بتدل على سرعة نقل الأخبار والأحاديث بين الناس حلم عدم وضوح المكالمات على الموبايل بيدل على سماع أخبار غير موصوقة بيشير حلم التجسس على موبايل أحد إلى كشف أسرار الآخرين مرأة أنه يجري مكالمة على الهاتف النقال في الحلم فإنه يصل إلى طموحه ويحققها أما من يلقي مكالمة على الهاتف المحمول في المنام بيدل على سماع أخبار جديد مرأة أنه جواله يرن ولا يجيب في الحلم فهذا بيدل على قلة المسئولية وعدم اكتراسه لكلام الآخرين مرأة موبايله لا يعمل في المنام فإنها تسوق علاقاته مع الآخرين أو تنشب الخلاف مع الأصدقاء طيب ماشي بنقول كمان أن رؤية الجوال في المنام بتدل على العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم ربما الاهتمام بالحبيب إذ كان صاحب الحلم أعزب بنقول كمان أن رؤية الهادف النقال في المنام بتدل على مقابلة الغرباء وقد تدل على قيام الآخرين بتعطيل الرأي عن أموره وأعماله أما إذا رأت الفتاة إنها لا تسمع جيدا المكالمات على الموبايل في المنام فإنها تتعرض للإشاعات المغرضة وتسوق سمعتها والله تعالى أعلى وأعلى تدل رؤية الجوال في منام العزباء على تبدل أحوالها وتحسنها للأفضل طيب كلا شراء الجوال الجديد في منام العزباء بيدل على البشرة بتحقيق أمنية طول ما كانت تحلم بها حلم الموبايل الأسود للفتاة الغير متزوجة بيدل على حزنها بسبب علاقة عاطفية أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تحطم الجوال في المنام فذلك بيكون دليل على علاقتها مع الحبيب إصلاح الهاتف النقال في المنام العزباء بيرمز لعودة الوصال مع الحبيب بعد قطيع أما رؤية غطاء الجوال في الحلم للعزباء بيدل على إنها الحماية والأمان وخاصة إن رأت إنها تضع لجوالها أما الحصول على هدية هاتف محمول في منام العزباء بيدل على تودد الآخرين إليها فتح رمز الجوال القديم في المنام للفتاة العزباء بيدل على كشف أسرار قديمة أما بيع الجوال في حلم العزباء بيدل على حاجتها للمال والله تعالى أعلى وأعلم أما رمز الجوال في منام المرأة المتزوجة بيدل على التغييرات والتقلبات في حياتها ربما الانتقال لمنزل آخر وحلم العصور على هاتف محمول قديم للمتزوجة بيدل على اجتماعها بصدقاتها القدامة رمز الجوال في منام السيدة المتزوجة بيدل على مراعاة خصوصياتها من قبل الآخرين أما إزارات المرأة المتزوجة إنها تشتري الهاتف المحمول في المنام فإنها تسعى بتجارة تنال منها الخير الكثير وقيلة رؤية بيع الجوال في حلم المتزوجة دليل على تعطل لزوجها عن عمله مما تسبب في سوء أحواله أما حلم تقديم الزوج هدية الموبايل للمتزوجة بيدل على حمل قريب إذ كانت أهلا لذلك أما شراء كفر الموبايل في الحلم للمرأة المتزوجة بيدل على حماية أبنائها من الأزم أما شاحن الهاتف النقال في المنام للمتزوجة بيدل على تلقيها الدعم والعون في حياتها ورؤية الموبايل في المنام للحامل إن جابها مولود زو شعل وحلم غطاء الجوال للمرأة الحامل بيدل على حاجتها للرعاية والله تعالى أعلى وأعلى حلم الموبايل الأسود دليل على سماع الأخبار المزعجة كل الموبايل الأسود في المنام يدول على الهم والغم الذي يصيب صاحب الحلم مررناه عصر على جوال أسود في الحلم في النهاية واجهة المشاكل والمتاعب الموبايل الأسود الكبير في المنام بيدل على حدوث مشكلة في حياة الرأي أو من حوله أما رؤية هاتف محمول أسود صغير في الحلم بيدل على نشوب بعض الخلافات والمشاجرات أما إجراء مكالمات من جوال أسود في المنام بيرمز لنشوب بعض الخلافات والمشاجرات أما إجراء مكالمات من جوال أسود في المنام بيدل على الإخفاق في تحقيق الطموح والأهداف مرانا تلقى مكلمة على هاتف محمول اسود في الحلم فانه يسمع خبر محزن اما حلم يبيع الهاتف النقال الاسود بيدل على التخلص من الهموم والمشاكل وابتشر رؤية شراء موبايل اسود في المنام على الفشل في الاعمال رؤية تحطيم الجوال في المنام بيدل على فصارة الاموال او الفشل في المقابلات والاعمال كما بترمز رؤية تحطيم الجوال في الحلم الى فجدان اشخاص رؤية تحطيم الموبايل بعد رميه على الارض في المنام بتدل على فراق الاحبة حلم تحطيم شاشة الهاتف المحمول بيدل على ظهور بعض المشاكل امام الرأي رؤية تحطيم جوال الزوجة في المنام بيدل على تقييد حريتها مرانا يقوم بتحطيم جواله في الحلم بيدل على تعرضه للازى من الاخرين تحطيم الموبايل بالعصى في الحلم بيدل على التعرض رؤية تحطيم الموبايل بضربه بالحائط في المنام بيدل على خيبة الرأي في رجاء كان يرجوه تحطيم الهاتف المحمول باليدين في المنام بيدل على زهاب كسب الرأي وأمواله حلم تحطم الموبايل بالقدمين بيدل على الفشل في مساعي الرأي والعمل بما ينال منه السوق والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته